ايه اكتر حاجة بتميز المخرج حسين المنباوي عينه حلوة قوي لان لما تيجي تتفرجي لو خدت وقفت على اي فريم اي فريم في المسلسل هتلاقيه لوحة بجد تابلو فدي دي حاجة بتخليك وانت بتتفرجي عينيكي مبسوطة يعني انت قاعد تتفرجي على فيجول جميل قوي ده حقيقي النهاردة العصر ده احنا تعودنا عليه بس في السينما تقريبا يعني يمكن في التليفزيون ما شفناهوش اوي من زمان اوي نشوفناهوش تقريبا اعصاك من ساعة بين الاصرين صح بين الاصرين واعتقد كان فيه التوت والنبوت يعني كان فيه افلام ريال حرفيش لا انا قادي مسلسلات بتانية مسلسلات لا ما كانش فيه صح اه ما كانش فيه خالص اوي 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 الموت ده والمسلسلات دي وطبعا الحاجات دي طعم بترجعنا مرة تانية للأدب اللي بتاع استاذنا الكبير نجيب محفوظ لو سألت ميا عمر النهار ده مين الفتوة في السينما اللي تحبي تقفي قدامه واحنا كان زمانا عندنا فتوات كتيرة اوي جمدين اوي اه اصلا معرفش ليه هو برضو في دماغي وفي دماغي الناس لما تيجي اسم الفتوة بيجي في دماغيك على طول فريد شوقي معرفش ليه اعرفة يعني هو مربوط به فانا مش قادرة كان فيه عندنا طبعا نجوم كتير اوي 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 بس الفتوة هو طبعا فريد شوقي انتي شفتي شفتي الافلام دي حبتيها زمان بوسي انا شفتهم يا انجي مع ان انا بحب العصر القديم جدا وبتفرج على كل اللي بحب قوي الافلام الابيض واسود بس يمكن افلام الفتوات بالزيت ما كنتش شفتها لحد مجالي المسلسل عادتي تفرجتي لما جالك طبعا اتفرجت علي ممكن اتفرجت على كلها اتفرجت على الحاجات حتى مش فتوات بس ليها علاقة بالعصر يعني الحاجات اللي بتدور سنة 1900 اتفرجت على مين الاصرين واصر الشوق والفتو النبوت وعصر الفتوات والفتوة كل حاجة كانت على الفتوة اتفرجت عليها لان كان لازم اعرف العصر ده كان شكله عامل ازاي ومش موجود هو مش ما كان هروح ازوره دلوقت وحتى ما عندكيش حد ممكن يجي يحكي لك عنه لانه ده من زمان جدا بالزبط النهاردة لو قلتلك فعلا مين الفتوة تحبي كنت يتمثلي قدام فريد شاول والله يوه ناس كتير قوي مين تاني كتير كتير عمر الشريف طبعا عصور حلوة جدا لا كتير قوي اه دي حقيقة